دي كانت الأحداث المهمة جداً لكن المهندس عدلي قال إن موسيماني متوتر الفترة اللي فاتت وكفاياً اللي هو فيه ومش عارف يروح كاس العالم إزاي وناس كتيرة دايسة عليه لكن تخيلوا إنه يأتي الإنصاف منين نشوف ما فيه الغربال موسيماني ونيويورك تايمز فضل ونعمة شوفوا بقى لما الإنصاف لبيتسو موسيماني ومسيرته مع الأهل وتجربته يجي له الإنصاف من واحدة من أهم الصحف الأمريكية والعالمية من النيويورك تايمز نيويورك تايمز تعمل حوار مع بيتسو موسيماني لكن أهم ما فيه في عنوانه إنه لا يصدق أبداً إنه واحد واخد كاس البطولة قرية مرتين في 8 شهور ومحدش واخد باله منه كان الكلام موجه للفيفا وإنه إزاي في حفل زابست لم يتم الاهتمام بإنجاز النادي الأهل وبيتسو موسيماني على الصعيد القر الكبير مش بس في تجاهل هذه الإنجازات ده في تجاهل حتى دعوته يعني راجل واخد الأفضل في أفريقيا أو يعني من المتصدرين بإنجازاته ويعني تجربة تستحق التوقف كما فعلت النيويورك تايمز أنا عاجة تقرأي الأول عشان نيويورك تايمز عشان ناس تبقى عارفة بس القيمة واحدة من أهم الصحف الأمريكية اللي صدر في القرن التسعتاشر تقريبا 1850 تقريبا أو حاجة وتسعين فإحنا بنتكلم على حاجة صحيفة عريقة جدا من كبريات الصحف العالمية ذات التأثير العالمي الكبير لما تهتم بتجربة مدرب الآلي وتجري معه هذا الحوار المهم نلاقي الزميل الكبير العزيز الأستاذ حامد عز الدين يستعيد فورموت الترجمة عنده ويترجم هذا الحوار المهم من النيويورك تايمز لمجلة الآلي اللي صدر النهاردة بهذه الترجمة يمكن في صفحتي الدبل عن بيتسو موسيماني والنيويورك تايمز وكيف جاءت للمدرب الجنوب الأفريقي شهادة الإنصاف الكبيرة شهادة الإنصاف الكبيرة من نيويورك تايمز قالت نيويورك تايمز أنه يبدو الأمر كما لو أنه لا يعني نفس القدر موسيماني بيقولوله بقى علق موسيماني في حواره مع نيويورك تايمز الأمريكية عن سبب ابتعاده وابتعاد الكثير من المدربين الذين يحققون نتائج جيدة عن جوائز الأفضل في العالم وقال ليست أفريقيا وحدها التي يتم تجاهلها يبدو الأمر كما لو أنه لا يعني بنفس القدر عندما تفوز بالبطولات التي لا تدر أكبر قدر من المال والتي لا تحظى بأكبر عدد من المتابعين وعن تعيينه كمدير فني للنادي الآلي في تجربة جديدة كانت في أكتوبر 2020 قال بيتس موسيماني كانت الإدارة تريد مدربا يعرف قارة أفريقيا جيدا وخصوصا بطول الدوري أبطال أفريقيا وهزم الفرقة التي احتاجوا إلى هزيمتها كان هناك استقبال كبير عند وصولي إلى القاهرة عندها فقط أدركت حجم المهمة الصعبة التي تنتظرني في الأهلي لا أعرف ما إذا كان هناك نادي آخر في العالم غير الأهلي عليه الفوز بكل شيء مثل الأهلي هذه يعني مشاكله اعتقدت أن جماهير جنوب أفريقيا تحب كرة القدم لكنهم في الحقيقة لا يحبونها بقدر ما يحبها المصريون أكثر شعب يحب كرة القدم رأيته وقال في تصريحاته قبل تدريب الأهلي كان هناك أشخاص قد سألوني إذا كنت أرغب في تدريب أكبر فريق في أفريقيا والأكبر في الشرق الأوسط وهذا أمر طبيعي لأن القرى الأفريقية مليئة بالمدربين الأجانب والفريق كان يدربه المصريون وأيضا الأجانب الأوروبيون أو من أمريكا الجنوبية واستمر بيتسو موسيماني لنيورك تايمز لكن عندما تكون الإمكانات متساوية ولدى الفريقين نفس قوة اللاعبين فإننا نتغلب عليهم لذا ربما يمكننا الحصول على مهمة لتدريب فريق في الدور الأمريكي أو أعلى من ذلك إذا كانت المسألة بالأحلام يعني وقال بيتسو موسيماني لكن التدريب في أوروبا ما زال حلما بعيدا للمدربين أصحاب البشر الصوداء ما بالك بالأفرقة لقد تحدثت مع لعبين سابقين ومميزين لكنهم يشعرون بأنهم محرومين أو محرومون من تلك الميزة ولا توجد فرص متاحة بسهولة عكس نظائرهم أصحاب البشر البيضاء هذه هي الحقيقة كما يقول بيتسو موسيماني لنيورك تايمز عن طمحته مع الأهل بعد فوزه بدور أبطال أفريقيا مرتين وكأس السوبر الأفريقي مرتين قال قبل المشاركة في كأس العالم للأنداء للمرة الثانية ورغبته في حظ اللقب العالمي لم تتبقى أي بطولة قرية في أفريقيا لم نفز بها وعن وجهته المحتملة بعد انتهاء عقده مع الأهل قال بيتسو موسيماني ربما لن يكون توقيطا مناسبا لتدريب جنوب أفريقيا ولكن ربما تكون هناك السنغال نيجيريا كودفوار أو منتخب مصر هذه هي المنتخبات القوية المعروفة في القارة شوف خلاص الراجل ده واضح أن طموحاته عالمية ودي الشخصيات اللي بتجر نفسها وتجر فرقها لمناطق أبعد باستمرار وطموحه متجدد ودي شيء كويس جدا لكن إحنا تقييمنا للأسف أستاذ إبراهيم بيتم على مدى تطابق ما يفعله المدرب مع ما نراه نحن يعني دائما تقييمنا أن المدرب مش بيعمل اللي إحنا عايزينه فيبقى هو غلطان على الرغم أنه هو في مكان ربما لو إحنا بالله إحنا عايزينه ده مكانه ربما نبقاش عايزينه الكلام ده أنت فاهم قصدي؟ أي هذا كلام يعني أولا هو بيحاول إبني فرقة وكل ما يجيب حد طموحه بيزيد عايز لأكواليتي أعلى بيعمل أب جريد بيطور في اختياراته يعني اختياراته كلها الأدام أي ممكن الناس تقولوا أنت كل سنة تلبسنا في حد وبعدين ترجع تجرب غيره ما أنت بتجيب بشر اللي حينجح بشخصيته وكفاءته مع نادي الأهلي حيكمل أي فأنا لنا يعني شايف أن بيزيد موسيماني فوق النقط ولا شايفه يعني خد العلامة الكاملة من ناحية الفنية ما زالت هناك يعني حاجة واحدة بس لو عملها حيتحط في حتة محدش غير تحط فيها عندما يتصق الأداء مع النتائج مع الأهداف مع الأهداف الأداء مع النتائج مع الأهداف هو بيحقق الأهداف أي اللي هي الأصعب بقى أي من خلال وسائل لا تتطفق مع رؤيتنا ومن خلال أداء متفاوت حتى في المباراة الوحدة أي ولكن في النهاية ما فيش مرة الأهل يحقق نتيجة إلا بالجدارة يعني تعالي لما هو بيتش موسيماني لما جالنا كسب مين سان داونز الوداد رايح جاي الترجي الزمالك الرجاء نهد بركان كسب كل الفرق دي كسبها مش يتعادل معها كسبها فالحقيقة ما هوش عشوائي ما هوش راجل لا تقول لي محظوظ محظوظ إيه ده هو لو محظوظ تنخد الدور السنة اللي فاتت صحيح هو لو محظوظ ما يتعملش في النادي الأهلي اللي يتعمل فيه زي ما حصل السنة اللي فاتت وحتى السنة دي يعني من إيه اللي تحظوا إن الشعور العام سواء من قائمين على إدارة كرة القدم أو حتى بعض الإعلاميين اللي مش معاه مستكترين عليه الكلام ده ومستكترين على الأهلي يعني هو برضو زي ما هو بيستمتع أنه بيمرن في أقوى نادي في أفريقيا وربما في الشرق أوسط وصاحب الإمكانات والطموحات وعنده أكبر جمهور لكن في ذات الوقت هو بيتحمل مع النادي الأهلي إن فيه قطاع من الناس مستكتر على الأهلي الكلام ده بعضهم مسؤول بعضهم في الإعلام نصيحة له خلي ثقتك في نفسك وفي الناديك وده الأهم أنا أذكر كابتن صالح في توقيت ما كان الشيخ طهب يمرن يعني الجمهور معاني الشيخ طهب يكسب لنا الدوري سنات لكن فيه جماهير كده تفضل تفضل تنتقده بس وجمهور كان بيروح البيوت بقى هل تحت اللي بتاعه عملها مع الكابتن أنور سلامة الكابتن طاق فقالهم يا جماعة شوفوك أنتوا تحاسبوني على علاقة بيكم ثقة فيكم مطلقة لكن أنا مقدرش أعمل حاجة برا هذا الإطار جدد